موسيقى معنا الآن على الهواء باتصال مباشر الممثل والإعلامي المصري من مصر مصر الجمال من صبع عليك الممثل والإعلامي كريم كوجك أهلا وسهلا فيك أستاذ كريم وشكرا إليك على حضورك الصباحي معنا بحلوة يا دنيا منعتذر منك صحيناك بكير ولكن أهلا وسهلا فيك وطبعا هذا مكسب أهلا بتحت أبرك وبعدين أنتو حتدفعوا الثمن غالي أديك شايفر شكل العام وأنا لسه صحي من النمو عمل إزاي وشعري منكوش بس ما بيش حد غريب لأ ما شاء الله عليك منور ومحبوب وطبعا إليك شعبية كبيرة عنا بالأردن أول إشينا نعرف من وين عم تتواصل معنا بالتحديد من مصر هل أنت بالقاهرة بأي منطقة بالتحديد من القاهرة من القاهرة أهلا وسهلا فيك أستاذ كريم صباحك سعيد بنعرف عندكم تسعة إلا ربع تقريبا بتوقيت مصر عندنا عشرة إلا ربع وسؤالنا الأول إليك بعد إذنك موضوع ناقلة الحاويات اللي طبعا يعني علقت في قناة السويس يمكن أغلب الأخبار أغلب الأخبار ليس كلها ولكن الأغلب ناقشت المواضيع الفنية كيف علقت كيف تم تخليصها أسعار البترول والبضائع التي تأثرت ولكن سؤالنا إليك كونك إعلامي وقريب من الشارع وأيضا ممثل كيف كانت ردة فعل المصريين المواطنين العاديين المزاج الشعبي حول ما جرى خلال هاي الست أيام هل كان فيه تندر على الموضوع طلع فيه نكات معينة هل سادت إشاعمة نعرف الناس بينها وبين نفسها كيف كانت تفكروا شو حكت على الموضوع أقول لك يا صديقي أولا فيما يتعلق بمسألة التندر فانت عارف ده قاسم مشترك دايما في كل المشاكل اللي بتحصل بالنسبة للمصريين لو ما حصلش تندر على المشكلة يبقى إحنا اللي عندنا مشكلة في الأول طبعا كل الناس كانت مهتمة طبعا بالخبر لأنه كان خبر مزعج بطبيعة الحال لأنه أكيد دين عكاسات سلبية شديدة ولكن كما هي عادة المصريين لازم بقى فيه ظهر وكوميكس مش قادر أحكي لك على كلمية الكوميكس اللي اتعاملت على موضوع السفينة الجانحة فطبعا دي سمة غالبة طبعا عند المصريين من قديم الأزل مهما كبرت حجم المشكلة ومهما ارتقت حتى إلى المصائف لازم تلاقي المصريين ودي تنعم لها صفة بتميز المصريين الحقيقة قدرة على السخرية من كل شيء ومن أي شيء مهما بلغ حجمه حتى أيام الاحتلال كان شكل من أشكال من قومة الاحتلال كان السخرية منه حتى تخف الدم المصريين وسرعة رد فعله وسرعة بديهتهم نتج عنها كميات وافرة من التعليقات السخيرة ومن الكوميكس على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وبطابعة الحال في نهاية الأمر لأن الأمر انتهى بشكل أولا يكاد يكون في زمن قياسي لو خدنا في الاعتبار حجم المشكلة اللي كانت خاصلة ثانيا المشكلة انتهت بسواعد وعقول المصريين وده كانت مدعاة للشرف لأن احنا الحقيقة كلنا شعرنا بمدى احترافية كل من ينتمي وكل من سوبي هيئة قناة السويس المصرية وفكرة ان انت بتحديد مشكلة بالحجم ده العالم كله قاعد كذا يوم مترقب وابتدنا نسمع ان في دول مشكورة ابتدت تعرض على مصر المساعدات من خلال معدات ملهاش وجود غير عندهم هما بس ومن خلال آليات مش موجودة غير في الغرب بس فإحنا كان ردنا ان لا احنا عندنا رجالة مش موجودين غير في مصر بس وبسواعدهم من وجودها المشكلة الحمد لله فطبعا كان في حالة من الاريحية والثقة والطمأنينة والفخر عند كل المصريين بمجرد انتهاء المشكلة وبعد اشادة العالم كله بحل المصريين للمشكلة الحية نعم نعم طيب استاذ كريم ننتقل الى موضوع اخر وهو الشغل الشاغل بكل العالم عم نحكي عن كورونا يعني ضعنا اكتر بصورة الحياة الان شكل الحياة بمصر في ظل ظروف كورونا هل مثلا بصير في عندكم اغلاقات تامة حضر للناس احنا مثلا بالاردن خلال عطلة نهاية الاسبوع كل جمعة بصير في عندنا حضر كامل وشامل الاعداد في مصر من ناحية الاصابات يعني بشكل عام شكل الحياة بمصر مع ظروف كورونا الان والله يبصي احنا على مدار الفترة اللي فاتت من اول ظهور فيروس كورونا يعني عدينا بكل الدول عدد بي مرينا بكل المراحل المختلفة بما فيها الاغلاق الكامل والاغلاق الجزئي وا 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 حاليا احنا ما فيش اغلاق اوي يمكن لان الاعداد اقل نسبيا مما كانت عليه انا طبعا ممكن مش عارف الفيجر بالزبط مش عارف العدد بالتحديد سواء عدد الاصابات او عدد الوقيات بس بيخيالي ان احنا طبعا هنا في مصر بنتعامل طبقا بحجم الانتشار لو الموضوع انتشر بشكل مبالغ فيه بطبيعة الحال بيبقى فيه قرارات حكومية بالاغلاق او باني بفيه مواعيد معينة ما ينفعش الواحد يقرب فيها ورات البيت حاليا ما فيش اغلاق ناس كتير ملتزمة بالكمامة وبالتباعد الاجتماعي وبرضو كالعادة ناس كتير مش ملتزمة اوي وحب اقولك ان احنا يعني الى يومنا هذا برغم مرور اكتر من سنة وشوية ممكن على بداية ظهور هذه الجائحة لكن الى يومنا هذا لو فتحت الحوار مع شخص ما حتى لو واحد في الالف بس ممكن تلاقي الواحد ده بيقولك يا عامي مابيش حاجة اسمع كورونا وده بتصدق ولا ايه يعني حسب الان وعي المواطنين المختلفة حاليا ما فيش اغلاق وماشي الحال ونتمنى يعني ان ان شاء الله الموضوع ده ينتهي على خير لان انعكساتها السلبية تعيسة على العالم كله والموضوع طول وبأدام متهيل فربنا يسلم استاذ كريم حضرتك اخدت اللقاح كيف عندكم ماشي اللقاح في مصر المطعوب انا شخصيا لسه لم اخدتهش لغاية دلوقتي بس بالصدفة كنت لسه بحكي ببارح بالليل مع صديق لي اخد اللقاح الصيني على حد على حد ما انا فاكر يعني قال لي ان هو اللقاح الصيني وكلامه انه مشي الحال حس بارتفاع بسيط بس بدرجات الحرارة وقالوا له ياخد شيء معين يعني ومشي الحال الحمد لله فابتدت الناس تاخد اللقاح واتمنى ان الموضوع ده يعني ينتج عنه المصطلح اللي بنسمع عليه اللي هي مناعة القطيع عشان بس نحاول نحد من حجم الاصابات لان للأسف الشديد على مدار السنة وشوية اللي فاته كورونا يعني حصدت الكثير والكثير من الارواح وعملت مشاكل كتير جدا نهيج على الخراب الاقتصادي العالمي ربنا يخلصنا ويسلمنا منها على خير يا رب نعم إن شاء الله يا سيدي شكرا جزيلا الممثل والإعلامي كريم كوجاك من مصر أنا بس بدي أذكر أنه قبل عام كنت سعيد بلقاءك اجتمعنا في إمارة أبو ضبي في الإمارات العربية المتحدة وكان فعلا قبل كورونا بأيام يعني ودعنا بعض بالمطارات وفعلا توقفت حركة الطائرات وأغلقت المطارات حول العالم يعني كان حظنا ويوميتها كنا ندور على كمامات نرتديها في المطار دنيا إحنا نتمنى أنه فعلا هاي نحن بالنسبة لي أنا كمان وساعدت جدا بلقاءك فيها ويا أخي وعدنا بعضين أن احنا هنتبادل الزيارات ونلحج لكم ضيب على الستوديو بس يلا كورونا خربت الدنيا إن شاء الله عن قريب بإذن الله إن شاء الله بعد هالجائحة بتنورنا في الأردن في عمان وتكون ضيف في حلوة يا دنيا أنا اللي أتشرف بكم أنا اللي أتشرف بكم وصباح الفل عليكم وتحياتي لحضراتكم ولمشاهديكم الكرام ولكل الأصدقاء والأحباء والأهل والخلاب في الأردن الحبيب صباح الفل عليكم شكرا شكرا لتواصلك معنا وأستاذ كريم إن شاء الله الفرش قريب ونضحي بس هل تعرفها جلس الظاحي من النوم على الزوم وعلى طول لا ما شاء الله لا ما شاء الله عليك شكرا لك على حضورك معنا والآن رح نتركك طبعا مع العائلة لحتى تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع شكرا لك وصلامنا لعائلتك إلى اللقاء أهلا وسهلا شكرا 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 اشتركوا في القناة